ممنوع من دخول المهرة ليس الأمر علاقة هنا بأشخاص مشتبه بهم أو مواد خطرة بل بمنتجات وأجهزة وقطع غيار لها ارتباط مباشر بمصالح المواطنين واحتياجاتهم اليومية المانع هنا سلطات المهرة والآمر بالطبع ليست الحكومة بل الحاكم الفعلي في المهرة السعودية والمسهدف من هذا المنع سلطنة عمان السلطات الرسمية في المهرة أصدرت أوامر بمنع دخول أي منتجات آتية من سلطنة عمان وحددت مذكرة صادرة من مكتب محافظ المهرة راجح باكريت أسماء مواد معينة يمنع عبورها من منفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع السلطنة المواد المحظورة تشمل خلايا الطاقة الشمسية وبطارياتها وأجهزة وهواتف اتصال وبرامج حاسوب بالإضافة إلى ألعاب ودراجات نارية وقطع غيار الأجهزة وكان من اللافت أن من ضمن المواد المحظورة سيارات الدفع الرباعي التي منعت الرياض دخولها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة الإجراءات الأخيرة تتزامن مع علوق مئات اليمنيين في منفذ شحن بعد منع السلطات العمانية عبورهم إلى دول مختلفة بينهم طلاب ومرضى ومغتربون كانت المهرة قد شهدت اتفاقاً يقضي بتوقف التدخل السعودي في شؤون المهرة بعد اعتصامات شعبية بدأت في الخامس والعشرين من يونيو الماضي طالبت باحترام السيادة الوطنية لكن السعودية وفق مراقبين نقضت الاتفاق ومارست ضغوطات على الشرعية لتعين شخصيات في السلطة المحلية تدين بالولاء لها فيما يبدو فإن المهرة تتجه وفق محللين لتصبح ساحة لتصفية حسابات بين الرياض ومسقط الخاسر فيها الاقتصاد المهري واليمنيون الذين كانت حدود المهرة متنفساً لهم في الانتقال إلى العالم وقبل ذلك كله السيادة الوطنية على صعيد المتصل ناشد عشرات الطلاب العالقين في منفذ الشحن بالمهرة سلطات الحكومية بمعالجة وضعهم قبل أن يتسبب تأخير مرورهم بإلغاء المنح المقدمة لهم وقال الطلاب في بيان لهم إن نحو 180 طالباً ممن حصلوا على منحة متكاملة من جمهورية الصين الشعبية مهددون بمصادرة منحهم وإلغاء قبولهم في الجامعات الصينية بسبب تأخورهم عن التسجيل وبقاءهم في المنفذ منذ نحو إسبوعين وأن أشهد طلاب الحكومة والجهات ذات العلاقة بالتحرك العاجل والتواصل مع الجانب العماني لتسهيل مرورهم